في الداخل الصيداليه أو السوبر ماركت سوف نرى انواع كثيرة واشكال كثيرة واسماء تجاريه كثيرة لسكر الضايت او بديل السكر طيب هناخترى كيف نشكل النوع المناسب الي نقدر نعتمد عليه ويكون امام بالنسبة لنا ايه هي الانواع الكويسة ايه هي الانواع الي نص نص و ايه الانواع الي مشندخلها البيت خالص او سنتعملها هل ياطرى سكر الضايت بيرفع سكر الدم ولا ما يقصرش عليه السكر او بديل السكر يقطع الصيام المتخطع للناس الذين يعملون كيتو دايت او امام بالنسبة لهم سكر الدايت او بديل السكر ما له وما عليه هنجاوب على كل الاسئلة دي من جوه الصيدلية السلام عليكم و اهلا بيكم من جوه الصيدلية بديل السكر او السكر الدايت يمكن ان تكلمنا في محتوى سابق عن مشاكل الافراط في السكر وان السكر ممكن يسبب امرات كتيرة وانه ليس فقط السكر والسمنة لا يمكن ان كانوا 140 مرضا وانه في المحتوى السابق يمكن ان تراجعوه انه يسبب امرات كتيرة مثل الضغط والسكر والقلب والكوليسترول وامرات كتيرة جدا والسرطان الوقت عندما الناس تبطل السكر يحدث الناس يحصل لها توتر ويكونوا محتاجين حاجة يحلوا بيها تحسسهم بنفس الطعم وفي نفس الوقت لا يحسسوا بالتوتر لذلك الناس تلجأ لبديل السكر او السكر الدايت هناك انواع كتيرة في الصيدلية او السوبر ماركت المواصفات التي سنستعملها لكي نستعملها لكي نستعمل السكر الدايت اول شيء ان السكر يكون منخفض السعرات يعني السعرات الحررية ليست كثيرة لكي لا يرفع سكر الدم وبالتالي لا يؤثر على الانسولين يمكن احنا قلنا معظم الامراض التي تحدث من الافراد في السكر بتبقى نتيجة ان الانسولين بيعلى فلما تكون السكر الذي سنستعمله او بديل السكر سعراته منخفضة سكر الدم تكون اكثر ولا انسولين تكون اكثر ويجب ان المشاكل رات سوف نتجنبها ثاني شيء نحن نبطل السكر حتى نستعمل المشاكل الصحيه يبقى عندما نختار بديل السكر لازم كل ما يكون له اثار جانبية تأثر على صحتنا نحن نبطل السكر حتى نتضلب الاساسار الجانبيه فليس نجد بديل سكر يستعمله من البديل السكر لان يستعمله او حتى بوجره شكable لكنه يسبب اثار جنبية ثالثا ان بديل السكر يكون سعره في المتناول و متوفر بصورة مستمرة لو نتحدث عن انواع السكر او بدال السكر بالتفصيل يمكن اول نوع من بدال السكر كان السكرين يحل حلاوة السكر حوالي 400 مرة ضعف السكر العادي السكرين من سعراتها حرارية منخفضة جدا لا تأثر على سكر الدم وبالتالي لا تأثر على الانسولين يبقى من حيث الفعالية هو كويس جدا لكن بالنسبة ان حصل الدراسات ان هو ممكن يسبب سرطان المسانة بالنسبة للفران بعد كده انافو قالوا ان السرطان دوت محصلش بالبناء ادمين بس بما ان حاجة يعني ممكن فيها شك فيفضل ان احنا ما نستعملوش ثاني انواع السكر وهو مشهور جدا اللي هو الاسبرتام والاسبرتام بيحلي حوالي 200 مرة ضعف السكر العادي الاسبرتام موجود في السوق باسم دايت سويت وشوجر ماتش وهو مشهور ان هما بيستعملوه حتى في الحلويات وكل المياه الغازية او معظمها اللي هي دايت او زيرو كالوري بيبقى موجود فيها الاسبرتام كسكر تحلية الاسبرتام مش بيرفع سكر الدم ولا بيأثرش على الانسولين فبالتالي بالنسبة للفعالية هيبقى كويس جدا سعر رخيس جدا يمكن دايت سويت في منه 50 قرص ب7 جنيه و350 قرص ب35 جنيه فبالنسبة للسعر برضو في المتناول فبالت ان الاسبرتام بيبقى بيبقى فيه شك ان هو ليه تأثيرات مصرطنة فبقى ان فيه شك فبرضو انا مفضلش ان احنا نستعمله ثالث نوع من الانواع السكر هو الفراكتوز ويمكن موجود في السوق باسم يوني فراكتوز الفراكتوز من الحاجات اللي هي جليسيميك اندكس دي هي قدرة السكر عن ان هو يرفع سكر الدم الفراكتوز من الحاجات اللي بترفع سكر الدم بطريقة كبيرة فبالتالي بترفع الانسولين فبتخششنا في مشاكل كثيرة او الارتتراكم او الامراض اللي بتحصل من ارتفاع الانسولين في الدم علشان كده سكر الفراكتوز انا مفضلش ان احنا نستعمله في رابع نوع اللي هو السكر البني والسكر البني يعني في ناس كتير اخدا انه هو سكر ضاير اعني عايز اقول لكم ان 5 جرام من السكر البني فيهم 15 سعر حراري 5 جرام من السكر اللي بيض فيهم 17 سعر حراري يعني تقريبا هم اثنين سعراتهم الحرية متساوية ده بيرفع سكر الدم وده بيرفع سكر الدم فمفيش اي فرق بينهم تقريبا هو اللون بني بس عشان يعني ما شلوش الدبس اللي فيه ما شلوش عملية تصنيع شالة اللون البني اللي هو بيبقى موجود في السكر البني فبالتالي بيبقى لونه بني اللون البني ده الدبس بيبقى فيه معادن وكالسيوم ومانجنيسيوم ده بتبقى مفيدة بس ملوش دعوة خالص بالضايت خمس انواع السكر او بديل السكر هو الساكرولوز والساكرولوز من الاشياء اللي هي مش بتتهدم فبالتالي ما بتعليه السكر الدم وبنضمن كده ان الانسولين مش هيعلى فسعراتها الحرية هتكون منخفضة جدا المشكلة ان فيه شركات بتضيف على الساكرولوز مادة الدكسترين او دكستروز المواد دي للأسف بتعليه سكر الدم جدا فعشان ياريت لما تيجي تشتري حاجة فيها ساكرولوز تبقى متأكد ان هو ساكرولوز خام مع لهش دكسترين او دكستروز من اشهر انواع الساكرولوز اللي هو كويس جدا وموجود في السوق اللي هو السويتال السويتال موجود في صورة الكياس يمكن فيه عبوات فيها كيس في معلقة سكر واحدة او واحد جرام من السكر يحل بمقدار معلقة سكر واحدة وفيه كيس فيه اثنين جرام سكر يحل بمقدار معلقتين سكر فيه منه برضه برطمان يبقى حوالين ٢٥٠ جرام المعلقة بتحل بمقدار معلقتين من سكر الطعام وفيه الاقراس بتبقى القرص الواحد يحل بمقدار معلقتين من سكر الطعام الساكرولوز من الحاجات الكويسة جدا اللي فيها ثلاث مواصفات اللي قلنا ان احنا ممكن نعتمد عليهم ما بتعليد سكر الدم وفي نفس الوقت امنة لا يوجد اثار جانبية وسعرها برضه في المتناول ومتوفر سادس نوع هو سكر الاستيبيا ويمكن من احسن الانواع واشهر الانواع في الفترة اللي فاتت هو سكر الاستيبيا سكر الاستيبيا استخرج من نبات استيبيا ده بتزارع في امريكا الجنوبية سعرات الحرارية تكاد تكون zero طعم وسكر طبيعي كويس جدا وفي نفس الوقت ما بيقالوش اثار جانبية او لم يذكر له اثار جانبية من الحاجات التي انت ممكن تعتمد عليها لا يكسر السيام المتقطع يعني لا يوجد اثار جانبية وطعم حلو جدا الاستيبيا موجود في صورة نقط كل اربع نقط بتساوي معلقة السكر او في نفس الوقت اكياس الكيس بيساوي تحليط معلقة السكر الاستيبيا من الحاجات الممتازة جدا التي نستطيع ان نعتمد عليها هناك مجموعة من بديل السكر يعني اسمها شجر الكول او كحول السكري يمكن ان تعتقد انها ممكن تكون حرام لان كحول كحول يعني فيها مجموعة O H Group يعني مواصفاتها انها كحول لكنها ليست اثانول اثانول ده هو المادة المسكرة او المادة الحرام فهو اولا هي ليست حرام في منها انواع كتير يمكن ان تسميها ايرسريتول ايرسريتول دوت موجود يعني السكره قليل جدا ما بيعليه سكر الدم ما بيعليه انسولين بس مشكلته ان احنا لما انقطر منه ممكن يعمل اسهال ايرسريتول موجود موجودة موجودة في السوق المصري فيها مادة ايرسريتول فيه برضه شجر الكول او كحول سكري تاني اسمه الزيلتول ده مشهور جدا ان هم بيستعملوا في غسول الفم بحيث ان هو يعني لا يسبب اثنان برضه سعرات الحرية من خفضة جدا يعني برضه اثار الجنبية وفيه حاجة اسمها مالتي تول المالتي تول دوت عبارة عن كحول سكري بس الجليسيميك انديكس بيعلي سكر الدم بطريقة كبيرة فنننصح ان نستعمله خالص هنستعمل بدايل السكر على طول ولا نستعملها في حاجات مقننة نستعملها عند النزوم ونستعملها كثيرا لان يمكن احنا قلنا ان بديل السكر بيحلي مئات اضعاف السكر العادي فانت لما تاكل حاجة حلوة باستمرار عندك يعني اشتهاء ان انت تاكل حاجات حلوة فاننا مش عايزين الموضوع ده احنا عايزين نقلل الرغبة في ان نتناول حلويات او حاجات مسكرة فعشان كده هنقلل سكر الدايت او بديل السكر قدر الامكان ثاني حاجة برضه ان المخ لما بيوصل له حاجات مسكرة او سكر بيخش حتى لو هو بديل سكر المخ يعني لاشعوريا بيفرز برضه كمية انسلين صحيح ممكن ما تكونش عالية او زي الانسلين اللي بيطلع لما ناخد فراكتوز او سكروز اللي هو سكر المائدة بس برضه بيطلع كمية انسلين فعشان كده مش هنقتر برضه في بديل السكر ده كان محتوانا عن بدائل السكر اللي موجودة في الماركد يارب نكون وضحنا لكم ايه اهم الانواع اللي تقدروا تعتمدوا عليها وايه الانواع اللي لها اثار جانبية اللي انت تتجنبوها بديل السكر حاجة مهمة جدا ان هي خطوة ان انت تقدر تبطل السكر بحيث ان انت تتجنب الامراض اللي ممكن يسببها للسكر اللي احنا قلنا عليها بالتفصيل لو شايف المحتوى مفيد ليك ياريت تبعاته لحد يكون مهتم بنفس المحتوى بحيث ان الفايدة عم ان شاء الله ننتظر ان شاء الله تفاعلاتكم وكمنتاتكم على المحتوى ونلتقي بإذن الله في محتوى جديدة مفيدة من جوا الصيدلية